هل من إعلان جديد من الجبهة الأخرى في الجليل الأعلى مرسل العربي أحمد جرادات يعني في الساعة الأخيرة أمال عشرات الصواريخ التي أطلقت نحو مناطق في إصبع الجليل وأيضا في مزارع شبعة وهضبة الجولان السوري المحتل نبدأ من منطقة كريات شمونة ومحيطها أطلقت عشرات الصواريخ هناك حديث عن سقوط صاروخ واحد على الأقل في داخل كريات شمونة دون وقوع إصابات ولكن دوت صافرات الإنذار في هذه المدينة أكثر من مرة في الساعة الأخيرة وعادة ما يستهدفها حزب الله بعد استهداف مدنيين من قبل الجيش الإسرائيلي في لبنان وعادة ما يرد بقصف منطقة كريات شمونة أيضا في منطقة مرقليوت تم رزد لسقوط صاروخ واحد على الأقل إضافة إلى عدة هجمات حدثت هذا اليوم بالصواريخ المضادة للدروع وبالمسيارات المفخخة تحديدا في منطقة أفيفيم والمناطق المحيطة لها في الجليل الأعلى أيضا في الساعة الأخيرة على الأقل 15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو مزارع شبعة المحتلة ونحو أيضا المواقع عسكرية إسرائيلية موجودة في جبل الشيخ في هضبة الجولان تم إسقاط عدد من هذه الصواريخ ولكن الحديث يدور عن سقوط عدد آخر من الصواريخ التي أطلقت نحو المواقع العسكرية الإسرائيلية وعليه هناك ارتفاع في حدة القصف في الساعة الأخيرة ونستمع من مكان تواجدنا إلى أصوات انفجارات على ما يبدو ناتجة من قصف إسرائيلي من الطيران نحو أهداف في الجنوب اللبناني وأيضا من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تطلق نيرانها نحو الجنوب اللبناني ونحو مناطق ربما نعتقد بأنها في القطاع الشرقي من الجانب اللبناني وعليه في الساعة الأخيرة هناك تصعيد من الجانبين ويتوقع أن يستمر هذا التصعيد في الساعات المقبلة بعد كل مرة كان الجيش الإسرائيلي يستهدف مدنيين لبنانيين كنا نشهد تصعيدا في استخدام صواريخ الكتيوشة وفلق وأيضا إطلاق الصواريخ نحو كريات شموني لا نعرف إن كانت هذه الجولة لهذا اليوم قد انتهت ولكن هناك حديث أيضا عن استخدام وإطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو كيبوتس المنارة وأيضا مواقع عسكرية إسرائيلية تقع في الجليل الأعلى بعد أن كانت الأهداف صباح هذا اليوم التي كان يطلق حزب الله صواريخ نحوها كانت تتركز في الجليل الغربي في ساعات الصباح وحتى ساعات الظهر بإطلاق الصواريخ نحو مواقع عسكرية إسرائيلية تقع في منطقة شلومي والمناطق المحيطة بها ولكن في ساعات المساء وفي ساعات ما بعد العصر يتركز القصف من قبل حزب الله في القطاع أو في المنطقة الشرقية تحديدا في إصبع الجليل شكرا لك على هذه التطورات من الجليل الأعلى مراسل العربي أحمد جردات